السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم وسهلا في حل تدريبات سلاح التلميذ على الموضوعين الثالث والرابع من كتاب سلاح التلميذ صفحة 22 مادة المهارات المهنية الفصل الدراسي الأول بتمنى وبرجو عمل سبسكرايب أو اشتراك على قناتكم قناة مصر التعليم التدائي مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد السهل الأول بيقول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة رقم واحد يتم إضافة الماء للطربة لزيادة خصوبتها طبعا إحنا عشان نزود خصوبة الطربة المفروض مش بنضيف الماء لا إحنا بنضيف السمات والسمات دون نوعين سمات بلدي وسمات تماوي يبقى إذن هنا بيتم إضافة الماء للطربة لزيادة خصوبتها العبارة إيه؟ العبارة خطأ اتنين الاستماع إلى وجهات نظر الآخرين يساعدك على تطوير أفكارك طبعا فعلا أنا لما أستمع إلى وجهة نظر الآخر ده بيساعدني على تطوير إيه؟ تطوير أفكار يبقى إذن العبارة إيه؟ صحيحة تلاتة إزالة السمار الناضجة يساعد على الحفاظ على الحضائق طبعا فعلا لما أنا أزيل السمار الناضجة اللي هي إيه؟ إن إحنا بنقولها يعني ده بيساعد في الحفاظ على الحضائق اللي عبارة إيه؟ صحيحة رقم أربعة الحوار الناجح هو الذي يحدث فيه صدام بين وجهات النظر يعني يكون فيه صدام بين وجهات النظر يعني أنا زعلته أنا وزميلي أنا وصاحب أنا وصديقي تمام؟ في أثناء الحوار هل ده يعتبر الحوار ناجح؟ طبعا العبارة إيه؟ خطأ رقم خمسة مرحلة الحصاد هي المرحلة الأخيرة في عملية الزراعة طبعا فعلا مرحلة الحصاد هي آخر مرحلة في عملية الزراعة العبارة صحيحة رقم ستة تعلم الحوار مهارة غير مهمة يعني أنا لما أتعلم الحوار دي طبعا الحوار ده مهارة مهارة مهمة ولا مش مهمة؟ طبعا مهارة مهمة لكن هين بيقول غير مهمة وبإذن العبارة إيه؟ خطأ السؤال الثاني أكمل العبارات الآتية رقم واحد استخدام الزجاجات بعد سقبها وملقها بالماء من أساليب الرأي ويطلق عليها الرأي بإيه يعني أنا لما أجيب زجاجة وأسقبها وأملاها بالماء ودي تعتبر من أساليب الرأي صح كده طب دي بيطلق عليها الرأي بإيه طبعا دي الرأي بالتنقيط رقم اتنين يساعد الاستماع لوجهات النظر المختلفة في إيجاد نقط للمشكلة لما يكون فيه استماع لوجهات نظر مختلفة ده بيساعد في إيجاد حلول للمشكلة رقم ثلاثة زراعة النباتات تتم بطرق عديدة منها العقلة واستخدام نقط يعني أنا لما بزرع نباتات أنا بستخدم أكتر من طريقة ممكن أستخدم العقلة وأستخدم إيه البزور رقم أربعة عند ظهور الظهور الأولى لنبات التماطم يتم إضافة نقط أسبوعيا لما الظهور بتظهر الظهور الأولى لنبات التماطم بتظهر بيتم إضافة إيه أسبوعيا كل أسبوع بيحطوا لهم إيه السمد رقم خمسة عند كتابة مشهد فيئة مصرحية لابد من اختيار نقط وكتابة وصف عنهم طبعا لازم أختار إيه لازم أختار الشخصيات السؤال ثلاثة صل ما في العمود ألف بما يناسبه من العمود باء ألف وباء واحد طريقة لرأي النباتات اثنين طرق لزراعة النباتات ثلاثة إزالة الحشاء شضار أربعة الاستماع لوجهات النظر المختلفة هنا هو الاعتناء بالحديقة مهارة الحوار التنقيط البزور والعكلة طرق لرأي النباتات أول حاجة إيه أقول له التنقيط تطرق لرأي النباتات طي طرق الزراعة طرق لزراعة النباتات أقول له البزور والعكلة دي من ضمن طرق لزراعة النباتات إزالة الحشاء شضار أقول له دي اللي أعتناء بالحديقة أنا لابعتناء بالحديقة بأزيل الحشاء شضار رقم أربعة الاستماع لوجهات النظر المختلفة دي من ضمن مهارات مهارات الحوار اللي هي الاستماع لوجهات النظر المختلفة هنا بيقول لك رقم أربعة فكر ثم أجب واحد مهارة الحوار من المهارات المفيدة في حياتنا وضح ذلك مهارة الحوار مهارة مفيدة ولا غير مفيدة أيها طبعا مفيدة طيب مفيدة في إيه؟ طبعا مهارة الحوار بتساعد على عرض وجهة النظر بطريقة إيه؟ بطريقة واضحة رقم اتنين وضح أهمية زراعة الحضائق إيه هي أهمية زراعة الحضائق؟ طبعا زراعة الحضائق بتعمل على تنقية الهواء من إين؟ من التلوث ده أول حاجة الحاجة الثانية تساعد على التفكير في بعض مصادر الحصول على إيه؟ على الطعب يبقى تساعد في الحصول على مصادر إيه؟ مصادر الطعب طبعا بكده ننتهي من حل تدريبات سلاح التلميذ على الموضعين الثالث والرابع من مادة المهارات المهنية الصف الخامسة الابتدائي من كتاب سلاح التلميذ صفحة 22 بدعوكم للاشتراك في قناتكم قناة مصر للتعليم الابتدائي مع تفعيل زر الدرس لكي يصلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته